أهلاً أحبائنا مشاهدينا بتأمل من كل قلبي إنه عنوان الحلقة لربما صادم للبعض ولكن كل الغرض إنه مش التخويف كل الغرض إنك فعلاً تقبل إلى يسوع المسيح تعرفوا الإنسان لا يعرف مصيره وشو عم بصير في هذه الأيام بتذكر في أيام الحرب في العراق وفي سوريا لما دخل داعش كانت المناطق نسبياً عايشة في أمان وكل الأمور ماشية تمام ولكن فجأة رأوا الضمار والخراب والظلام والقتل والعنف اللي استخدم طبعاً في اسم الدين ولا أقول هذا لأهين أي مجتمع ولكن هذه حقيقة أجمع عليها الكل المسلمين قبل المسيحيين فالشيء الغريب إنه خلال أيام أخذت كل هذه المناطق الشاسعة والناس كأنه متفاجأة هل حقاً فعلاً ممكن يحدث شيء مثل هذا الأمر وبعدين نسمع في هذه الأيام كتير عن الزلزال اللي حدث في تركيا واللي حدث في سوريا وبصراحة لما بتشوفوا المناظر مناظر الضمار ومش متأكد كم وصل العدد عدد القتلى بس باعتقاده مش أقل من 47 ألف الأغلبية طبعاً في تركيا والبقية في سوريا وقلوبنا فعلاً تدمى لهذا المناظر الفضيعة واللي حدث ومن كان يظن الناس ماشي وعايشي وكل الأمور تمام زلزال لفترة يمكن دقيقة وإلو طبعاً الارتجاجات اللي بعد الزلزال ولكن تخيل هذا الزلزال شو عمل عشان أفهم الصورة سمعت عن فيلم اللي هو حدث يعني أحداث الفيلم في سان فرانسيسكو وبيتكلم عن زلزال ضرب المنطقة بأكملها ولما شفت كيف الزلزال ضرب وكيف البيوت والعمرات عم تسقط وكأنه يعني فتات أو غبر لا قوة ولا أي شيء في هذه الأبنية فعشان أفهم المنظر ابتديت أتخيل ما حدث في تركيا وسوريا المنظر مريع مخيف رهيب جداً ما حصل وتخيلوا أنه في دقائق معدودة حدث ما حدث كل الأبنية عم تسقط وكأنه يعني تبترمي حاجات من فوق إلى أسفل ومين كان يظن مش هذا اللي أنا عاوز أصله أنه الله بحسب الكتاب المقدس بيستخدم أمي يقيم أمي على أمي في كتير شعوب اندثرت وكل الشعوب الرافضة الله في دينوني اللي وقعت على هذه الشعوب ودايماً الله بيرسل التحذيرات كان بيرسل الأنبياء وبيتكلم مع الشعب ولكن عندما يستمروا في العناد ويستمروا في الرفض الله لابد أن يتمم الدينونة فإذن في الدينونة منشوف قداسة الرب الرهيبة ومن ناحية أخرى نرى دينونة الله العادلة أنه كل شيء بيعمل بعدل وأنه الله لا يفعل شيء إلا ما يعلن سره لعبيده ولا يعمل شيء قبل الإنذار والتحذير أنه الناس تنتبه وأنه الناس تحذر وفي رسالة بوتروس كان في السؤال أين موعد مجيء فطبعاً الرب أعطى عن حدثين اللي ضخمين حدثوا اللي هو دمار سدوم عمورة والحدث الأول الطفان وفي هاي الحدثين الناس كمان كانت بايعتها مش فارقة معها مش عم تسمع ولا لأي تحذير ولا لأي إنذار فالرسول بوتروس عم بيرد على القوم المستهزئين يعني جماعة اللي ابتدأوا يشكلوا لهو تجديد ما بيقامنوا في الدينوني ما بيقامنوا في جهنم ما بيقامنوا في حياة بعد الموت ما بيقامنوا أنه يعني كل الأمور تمام ومنذ رقد الأباء وحتى يومنا حتى هذه الأيام كل الأمور ماشية تمام فبيتكلم عن الحدثين اللي ضربوا الأرض ولكن بيتكلم عن حدث أعظم بيتكلم عن النووية ذر عن اللي راح تحرق الأرض كلها ولكن عم بيعطي إنه ليش الله مش عم بالدين في هذه الأيام وبيعطي السبب الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة